أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد أهل خليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية بالدعم الكبير ورعاية المتميزة التي يحظى بها الأيتام في مملكة البحرين من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى رئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية حفظه الله ورعا والذي يعتبر الدعم الأول للعمل الخيري والإنساني في المملكة مثمنا سموه توجيهات جلالته بتقديم كافة أنواع الدعم والرعاية والكفالة الشاملة للأيتام وحرص جلالته على تعظم الجهود وتكاملها للوقوف معهم في بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم جاء ذلك بمناسبة استقبال سموه للطالبة ألاء سيد موسى القلاف الحاصلة على تقدير الامتياز بنسبة مئة في المئة في شهادة ثانوية العامة المسار العلمي بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النابل أول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى كما هنأ سموه الطالبة على هذا التفوق المتميز والذي جاء بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم بفضل حرصها وجدها واجتهادها طوال سنوات دراستها معربا عن اعتزازه وسعادته الكبيرة بما حققته ابنة من أبناء المؤسسة الخيرية الملكية والتي حظيت بالدعم والرعاية من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من جانبه بيّن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية أن هذا التفوق المتميز جاء نتيجة الدعم الذي حظيت به من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه واسم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبجد واجتهاد وعزيمة من الطالبة ومساندة مباشرة من والدتها والتي كان لها الدور الكبير في هذا التفوق والنجاح وبيّن سعادته بأنه بتوجيه ودعم من سم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد تم منح الطالبة ألا بعثة دراسية في جامعة الخليج العربي لدراسة الطب وتحقيق أمنيتها التي كانت تحلم بها منذ طفولتها من جانبها تقدمت طالبة ألا سيد موسى القلاف بخالص الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وإلى سم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على ما تحضيان به شخصيا وجميع الأيتام والأرامل في مملكة البحرين من رعاية واهتمام كبيرين ترجمة نانسي قنقر